قلت ليه موقف أول ما نخش على هول إبريلا النهاردة أو مبارح في الفوتو سيشن اللي عملوه عشان بطولة الكاس هم عملوا فوتو سيشن أو جلسة تصوير احتفالاً كنوع من الذكرى للفوز فالرجل بيتصور فالجهاز المعاون هيتصور مع الدهاء ودوري الكاس فاللوم بعد إذنكم أنا مش هتصور مع الدوري حضرت كابتن أسامة كابتن أحمد عبد المقصود كجهاز فقدروا الصور مع الدوري براحتكم أنتوا كنتوا شركاء في هذا الأمر مع كارتيرون لكن لم أكن شريكاً في هذا الأمر أنا مش هاكل حق غيري هاي اتفضلوا حضرتكم تصوروا وأنا هتصور مع كاس مصر باعتبار كنت شريك معكم في الحصول على كاس مصر ده بيعكس لك ده الرجل ده بيحترن نفسه وعنده الجرأة وعنده الشجاعة زي ما خرج في وسط الفرحة لكاس مصر خرج قال تصريح مهم جداً قالك أنا أخطأت في بعض التغيرات في الملعب هذه شجاعة الرجل يحترن نفسه وشجاعة الرجل يصق في نفسه وعارف ما بيشتغل إزاي ناس كلها طلع تقول أعظم مدرب وأعظم مدرب هو قالك أنا أخطأت في بعض التغيرات وحتى المحلين هما بيتكلموا احترموا فيه ده بس حلوة المعلومة دي قوي حلوة تعرفك الشخصية عملا كنا عارفين يعني فريرة يعني بس الشخصية اللي هو حلوة أحد بقعد في فوت سيشن أو في جلسة التصوير بتصور جنب دوري وكاس في العالم كله بيشوفوني أنا أخد دوري وكاس محدش يسأل أصلا هو هو اللي أخد دوري وكاس قالك لا الدوري ده مش بتاع مش أخد صورة مع الدورة أنا أخد صورة مع الكاس بس شيء محترم يعني ضعطة عظيم يعني رجل بيشتغل بالمنطق عشان كده ده هو ناجح يعني فيه مدربين يقولك إيه اللي هو ماشي همش قدي كده أنا مش عارف أشتغل مش معاعدكمش بحاجة لا هو قفل عن نفسه صح ما تكلمش كتير يعني زي ما أنت قلت من شوية لو قلتلي الزمالك ممكن يخش فيه نفسه أقولك هيبقى صعب جدا في ظل قفل قيد وما فيه الصفقات ما فيهش لعيبة ما فيهش مهاجم يعني الناس يعني لغاية شهرين كان الكلام من السيف الجزيري ماشي وهيتعرض للبيع نعرضه سيف الجزيري رقم واحد فيه مركزه وحتى لو الزمالك اتعاقد مع لعيبة جدد هو مش ممكن يتخلى عن مكانه بسهولة صح فالحاجات دي كلها بتؤكد ان القطار الزمالكاوي ماشي في طريقه صحيح